وفي أول رد لها على مهاجمة مقرة في سنجار وصف الاتحاد الوطني الكردستاني الهجوم بالعملية الجمانة والمستفزة رافضا مهاجمة الدول الأخرى باستغلال مناطق الإقليم وقال مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينو وغياث السورتشي إن مجموعة من أتباع وأنصار حزب العمال الكردستاني هاجمت مقر الاتحاد في سنجار وعبثت بمحتوياته إضافة إلى إنزالهم عالم الحزب قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتوقف الهجوم لافتان إلى أن قرار إغلاق جميع المقرات والمنظمات المرتبطة فكريا بالعمال قرار حكومي ولا علاقة لقيادة الاتحاد به